أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها هناك توجهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورية عن البضائع بمختلف المواني خاصة عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في المواني المصرية وكذلك منظومة الشحن المسبق إي سي آي حيث أكد مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية فيما يتعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات